انتقد الكرملين تلميحات الغربية بشأن مقتل يفجيني برينيغونغ رئيس مجموعة فاغنر العسكري الروسي الخاصة في حادث تحطم طائرة وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لصحفيين إنه توجد الآن تكهنات كثيرة محيطة بتحطم هذه الطائرة والوفاة المأساوية لركبها مشيرا إلى أن كل هذه التكهنات أثيرت في الغرب من زاوية معينة ومحظى كذب بحسب وصفه قائلا إنه من الضروري الاستناد إلى الحقائق وتابع بيسكوف قائلا إن الكرملين لم يؤكد بعد مقتل بريغوغين مضيفا أنه عندما تصبح نتاج رسمية جاهزة للنشر سيتم نشرها